نهاردة المؤتمر الصعفي تحسه بعنوان وريحة وشخصية كابتن حسام حسن حماس وروح وحب شديد جدا للبلد والمنتخم مصر طبعا معاه محمود حسن تريسجي خد منه والكلام كله كان حماس النهاردة كلام كله تحس ايه كابتن حسام حسن بيسرخ في وشنا يلا بينا نكسب يلا بينا نكسب يلا بينا نفرح مصر انا النهاردة وانا بفرج على المؤتمر اتحمست انا كده كان متحمس ده منتخبنا ومبارف تصفات كاس العالم بس الحالة غير مع حسام حسن الحالة دايما غير مع كابتن حسام حسن لاعب الحالة غير معاه مدرب الحالة غير معاه طول الوقت انت بتطلع نار طول ما انت مع كابتن حسام حسن والنهاردة كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي رد على كل الأسئلة وقال إن وفيش مشكلة مع محمد صلاح والناس هي اللي كبرت الموضوع أو يعني حاولت تعمل موضوع من لا شيء قال نفس الأمر على عمر كبال عبدالواحد سألت سؤال للصحفيين اللي هم هل الأسئلة دي لو كان مدرب أجناب كنت هتسألوها دي بس عايز أقول فيها لكابتن حسام وقلت له جملة دي قبل كده وجه الوج قلتها لكابتن حسام وهقولها تاني دلوقتي يا كابتن حسام سيبي اللي يقول يقول كلنا بنقول أنا بقول وزميله بيقوله والجمهور كله بيقول لو سمحت يا كابتن حسام خليك مع المنتخب ركز مع المنتخب وأنا واصلت لك يا كده بيحصل وإحنا كلنا أول ما تفرحنا هننسى كل الأسئلة الغريبة والأسئلة اللي انت شايفها مش منطقية وهنقول إن حسام حسن زي ما كان أعظم مهاجم في تاريخ مصر إن شاء الله بإذن اللي همعاك نقول ده أعظم مدرب في تاريخ مصر اكسب فرحنا وكلنا في ظهرك حسام حسن عشان بس ما تذكرش إن الضغوط اللي عليه من أول ملاعب المبارتين والديتين في ضغوط ضغوط طول الوقت على حسام حسن أنا ما بقلاش على حسام حسن في الضغوط ليه؟ ده راجل راح كاس الأمم الأفريقية 98 والناس كلها 98 والناس كلها تقول ده لازم يعتزل ده مش هيعمل حاجة مع منتخب مصر راح خد البطولة وهدف البطولة 2006 الناس كلها هجمت حسن شحاتة وهجمت حسام حسن وقالوا له إزاي تاخد لعيب معتزل ده لعيب انتهى ده لعيب خلص والراجل بيجيب جول عظيم في الكونغة الديموقراطية حسام حسن خارج دائرة الضغط تماما بيلعب في الأهلي يتحمل الضغوط يروح الزمالك في صفقة القرن الحقيقية يعني طبعا فيه لعيبة كتير رايحة جاي عمال يقولك ده صفقة ولا الهوى صفقة القرن الحقيقية هي انتقال التوقم للزمالك مفيش لبعدها ولا قبلها البقى كله سهل لكن حسام حسن وابراهيم حسن راحوا قدوا مع الزمالك وجاوبوا بطولات مع الزمالك دي ناس دي ناس مفيش ضغوط تأثر عليهم فعكابتن حسام ربنا معاك من القلب والله فرحانين بيك ومتفقلين بيك مع لعيبة منتخم مصر الرجالة قوي وان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمنا من وسع